وطبعا في الإصحاح الثامن من بعد معالج طبعا المشكلة المرأة الزانية قال لها ولا أنا أدينكي بيتكلم عن الشهادات اللي بتتكلم عنه ثم حكى جملة مهمة جدا قال في يحنى آية 24 فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم اقتباس عن يهوى في نبوة الشعياء فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به واو فبيكمل بقول إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق خلي بالك هو حق يعني لأنه اليوم التركيز على كلمة الحق وكلمة الحرية هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم طبعا فقال شيء آخر صادم مرة أخرى متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذن برضو حسب نبوية الشعياء فحينئذن تفهمون إني أنا هو يعني أنا يهوى إيجو إيمي اللي هي نفس التعبير عن يهوى في آية 30 مكتوب فبينما أو بينما هو يتكلم آمن به كثيرون فقال يسوع لاحظ هون في ثلاث فئات من الناس في ناس اللي آمنت بيسوع المسيح وفي ناس التي من الأصل غير مؤمنة بيسوع المسيح بل أرادت أن تقتل يسوع المسيح لكن هو بيتكلم لفئة بقول إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم وطبعا هون ابتدأ الجلل نحن لم نستعبد قط فلاحظ المسيح استخدم الفرصة حتى يعلن عن ذاته أنه هو يهوى إني أنا هو وفي نفس الوقت أنه مصدر الحياة عندما جاءوا بجرة الماء وسكبوها على المذبح طبعا برنموا بهدفوا من إشعياء إصحاح 12 الآية التي تقول فتستقون مياها بفرح من ينبيع الخلاص وفي نفس الوقت قال أنا هو نور العالم ثم في إصحاح 9 خلق عيون جديدة للمولود أعمى وهذا إن دل على شيء هو معط الحياة هو مصدر الحق وهو أيضا النور الحقيقي كما يقول عنهم الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر